أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز أن على إسرائيل الالتزام بالمعايير الدولية وأنه لا سبيل لحل دائم إلا بحل الدولتين وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره البلجيكي أمام معبر رفح صرح بأن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي دعية لمؤتمر لإحلال السلام في أقرب وقت من جهاته قال رئيس وزراء بلجيك أليكساندر دي كرو إن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا مشددا على رفضه لقتل المدنيين مكررا لما يحدث من تدمير لغزة وهدم للمجتمع فيها كما قتم رئيس وزراء بلجيك الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان سلامة مواطنيها